قال رسول الله بن بسر المازني رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبس به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى في صحيح الترمزي اللهم اجعلني وإياكم من الزاكرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فسنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مانا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يقومون بالقرآن ويعلمونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزولوا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمزي أي سيسأل كل واحد منا يوم القيامة عن عمره فيما قضى هذا العمر وعن علمه الذي تعلمه ماذا فعل به وعن ماله الذي اكتسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه في الطاعات أم في المعصية والشهوات لذلك ينبغي على كل واحد منا أن يستخدم ماله وعمره وجسمه في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن معصية الله لأن الله سيسألنا عن كل ذلك اللهم اجعلنا وإياكم ممن يلتذمونا بهذه الأمور الأربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح الجامع أطفال المؤمنين أي الذين ماتوا وهم صغار ما هي الفتنة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته قال الشيخ صالح الفوزان فتنة عامة تدخل البيوت والله أعلم أنها وسائل الإعلام الآن ووسائل الإنترنت تنقل هذه الشرور تدخلها على الناس في كل بيوتها أنت ما رحت إليها لكن هي دخلت عليك أنت على فراشك عندك هذا الصنم الذي بجنبك تحركه يزيك كل شر وكل بلاء